السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعة قناة صحتك في معلومة الكروم اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة على هذه القناة في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نعرض عليكم أهم وأبرز الفوضة الصحية لحبوب الدخل فابقوا معنا إلى نهاية هذا الفيديو لكي تستفيدوا من هذه المعلومات وتتعرفوا عليها جيدا في هذا الفيديو لن تتخيل ما هي الفوضة الصحية العظيمة لاستخدامات الدخل فوضة صحية متعددة ربما لم تعرفها من قبل عن الدخل الدخل نوعا من الحبوب المتوفرة على مدوري العام وهو صغير الحجم ومستدير الشكل ويمكن أن يكون لونه أبيض أو رماديا أو أصفرا أو أحمرا وهو حبة لذيذة يختلف قوامها حسب اسلوب الطهية إذ يمكن أن تكون دسمة مثل البطوطة المهروسة أو رقيقة مثل الأرزة أنه لا يحتوي على الغلوتين لذي يعتبر بديل رائعا للحبوب عند الأشخاص الذين لديهم حساسية من الغلوتين الفوضة الصحية للدخنة بعد معرفة ما هو الدخنة يجب التحدث عن فوضة الصحية المذهلة فالدخنة أكثر من مجرد بديل مثير للاهتمام للحبوب الأكثر شيوعا بل إنه مصدر جيد لبعض العناصر الغذائية المهمة للغاية بما في ذلك النحاس والمنغنيز والفسهور والمغنيسيون وأحد فوائده أنه يقي من سرطون الثادية فقد وجد الباحثون أن النظام الغذائية الغنية بالألياف من الحبوب الكاملة والفواكه مثل الدخنة يحمي كثيرا من سرطون الثادية قبل إنقطوع الطنفة وفيما يلي أهم فوائد الدخنة الدخنة وحماية القلب الدخنة عبورة عن حبات ينبغي أن تدرج في قائمة الاختيارات الصحية للقلب لأنه مصدر جيد للمغنيسيوم قد أظهرت الدراسات أن المغنيسيوم يقلل من شدة الرابوة ومن وطيرة نوبات الصدوعة النصوية كما ثبت أنه يخفض ضغط الدم المرتفع ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية خاصة من يعاني من تصلب الشريين أو مرض القلب والسكرية بناء وإصلاح أنسجة الجسم يلعب الفسور الذي يوفره الدخنة دورا في بنية كل خلية في الجسم بالإضافة إلى دوره في تكوين المصوفة المعدنية للعظام ويعد الفسور مكونا أساسيا للعديد من المركبات الحيوية الأخرى كما أنه مكون مهم للأحمود النووية اللبنات الأساسية في الشفرة الوراثية كما يعتمد استقلاب الدهون عليه وهو مكون أساسيا في الهيكل المحتوي على الدهون كأغشية الخلايا وهيكل الجهاز العصبية الدخنة يمنى حصاء المرورة أظهرت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراضي الجهاز الهضمية أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف غيري القابلة للذوبين يمكن أن يساعد النساء على تجنب حصاء المرورة لأن الألياف غيري القابلة للذوبين لا تسرع فقط من مدى سرعة تقول الطعام عبر الأمعاء ولكنها تقلل من إفروزي الأحمود الصفراوية الكميات المفرطة التي تساهم في تكوين الحصوة وتزيد من حساسية الأنسلين وتخفض الدهون الثلاثية الدهون في الدم الوقاية ضد الربوة عند الأطفال وتشير الدراسة الدولية حول الحساسية والربوة في مرحلة الطفولة إلى أن زيادة السهلاك الحبوبة الكاملة والأسماكة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالربوة لدى الأطفال بنحو 50% ولم يعثر على أي ارتباط بين الوقاية من الربوة وتناول الفواكه والخضروات ومنتجات الألبين كما أن تناول كميات قليلة من الأسماك والحبوبة الكاملة يرتبط أيضا بارتفاع معدل الإصابة بالربوة الدخن يحارب الخلايا السرطانية لقد أثبت النتاج الأبحاث أن الاستمرار على نظام غذائي غني بالألياف والحبوبة الكاملة يقلل من عرضتي الإصابة بالسرطان القولون وقد ركزت الدراسة على أن تكون الحبوبة الكاملة لأنه عند تكرارها تخسر الحب 83% من محتوى الفينوليت وقد توصلت الأبحاث إلى أن غذاء واحد لا يكفي الإحداث أي أثر بل إن الأغذية النباتية المختلفة لها مواد كيميائية نباتية مختلفة هذه المواد تذهب إلى أعضاء وأنسجة وخلايا مختلفة حيث تؤدي وظائف مختلفة وما يحتاجه الجسم لدرئي المرض هو هذا التأثير التأذيري الذي ينتج عن طريق تناول مجموعة واسعة من الأطعمة النباتية الدخن مفيد للقلب والأوعية الدموية للنساء بعد سن اليأس يعتبر تناول وجبة من الحبوب الكاملة مثل الدخن على الأقل 6 مرات إسبوعيا فكرة جيدة خاصة للنساء بعد انقطوع التمث وعند ارتفاع الكوليسترول في الدم أو أي أمراض أخرى تتعلق بالقلب والأوعية الدموية واخذ الظرد دراسات أن من تحافظ على وجبات الحبوب الكاملة يتباطأ لديها تصل بشرين ويتباطأ تضيق الأوعية الدموية الدخن يحمي من قصور القلب إن العلاج بالعققير ينجح جزئيا في علاج قصور القلب وقد بيانت الدراسات أن استهلاك منتجات الحبوب الكاملة والألياف الغذائية يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية طبعا مع الابتعاد عن المسببات الرئيسية لهو وعدم أداء التمرين الرياضية وقد وجلت الدراسات أن تناول صحن يوميا من الحبوب الكاملة كالدخن قد يقلل من خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 29% كيفية تقديم الدخن بعد معرفة ما هو الدخن وما هي أبرز فوئد الدخن من المفيد معرفة كيفية تحضيره ويمكنك تحضير الدخن بالطريقة التي تفضلها فالطرق كثيرة ومتعددة الدخن مثله مثل بيقي الحبوبة يمكن طبخه مثل الأرز ولإضافة نكات لذيذة إليه يمكن تحميسه قبل غليه وفيما يلطرق عديدة لإدخال الدخن إلى النظام الغذائي يمكن تقديم الدخن المطبوخ على الإفطار ويمكن إضافة المكسروات والفواكه المفضلة إليه يمكن إضافة الدخن المطحون إلى وصفات الخبز والكعكة يمكن إضافة الدخن إلى الدجاج أو الخضار المطبوخة متابعين الكروم لو استفدتم من هذا الفيديو فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل إشعارات قناة صحتك في معلومة إن شاء الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته